شهدت الحضائق والمتنزهات في أسوان إقبالا من المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة في اليوم الثالث لعيد الأطحى المبارك وشهدت حديقة في ريال التاريخية توافد أعداد من الأسر التي قدمت من كومانبو وادراو ونصر النوبة وإدفو في الوقت الذي دفعت فيه مدرية الصحة بعيادات الطوارئ أمام الحضائق النهاردة إحنا في قفلة طبية من أمام حديقة في ريال لتأمين المواطنين اللي بيعيدوا ونحب بهذه المناسبة أنهم كل سنة وهم طيبين ومصر كلها بخير متواجدين طبعا فيه ناس بتيجي من إدفو بتيجي من إسنى بنكشف عليها والحالات اللي صعبة بنحولها على المشتشفى والحالات اللي بيكشف عليها الدكتور ومن دون فلوس ولا من دون أي حاجة والعلاج مجاني والكشف مجاني جينا هنا لقين القافلة الطبية بصراحة واستعنوا بيها آخر استعنة هنا وبصراحة حاجات على أعلى مستوى يعني جاي هنا جنينة في ريال أنا وأخواتي وأمي وأبوها وأخواتي وأصحابي جايين هنا في المنازل الجميلة في أسوان وإحنا سكنين في أسوان هنا وجينا جنينة في ريال في العيد وجايين هنا عشان يتفرج على الحاجات الجميلة في أسوان وعبر نهر النيل منيجي كل سنة في القرية وفي المكان الجميل ده مكان رائع وجميل ونحب نروح الجنين في أسوان منظر سحري مكان جميل الجو هنا حلو الجو هنا جميل وأسوان حلوة وهنا الجنينة دي بالخصوص يعني تذكرة بتاعتها رخصة جدا وفي المتناول